إلى تونس التي تعيش حالة من الجفاف زادت من حالة الحيرة التي يعيشها المزارعون في البلاد يجد مزارع الحبوب التونسيون أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها بمحصول ضعيف سيزيد من متاعبهم المالية ويضاعف مديونياتهم زاد موسم مع حصاد الحبوب الهزيل مع شح الأمطار وزيادة كلفة الزراعة والإنتاج من صعوبات الفلاحة التونسية الذي بات مهدد بموسم كارثي قالت وزارة الزراعة التونسية الأسبوع الماضي أن المحصول لن يتجاوز 250 ألف طن من الحبوب هذا العام جاء في بيانات لوزارة الزراعة أن محصول العام الماضي بلغ 750 ألف طن وأنه سيتعين على تونس تيراد 95% مما تستهلكه من حبوب هذا العام في تونس أيضا تستمر أزمة نقص بعض المواد الاستهلاكية خاصة الخبز في الأسواق فيما يتهم الرئيس قيس سعيد أطراف بافتعال الأزمة وسط ترقب لحلول عاجلة تخفف من أثار الأزمة على تونسيين نقص الخبز وبعض المواد الأساسية كالدقيق والبيض والسكر وغيرها في الأسواق التونسية زاد الخوف لدى أغلب التونسيين من تفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد الرئيس قيس سعيد اتهم أطرافا لم يسمها بافتعال الأزمة بهدف التنكيل بالتونسيين لأغراض سياسية وفق وصفه ويرتبون الأوضاع وواضح البرنامج امتاحهم لابد من أن تتضافر كل جهود المخلصين الوطنيين في وزارة الفلاحة هنا وفي كل الوزارة الأخرى وفي المؤسسات والمنشآت العمية والإدارات الجاوية والجماعات المحلية كل يجب أن تكون في خدمة تونس وليس في خدمة أي جهة كانت يكفي عبثا خربوا البلاد في كل مكان تقريبا خبراء يرون أن مؤشرات الأزمة الراهنة متوقعة بسبب تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع فتورة المواد المدعمة وأهمها الخبز والمحروقات والمواد الغذائية الأساسية على الموازنة العامة للدولة مؤيد الرئيس سعيد يتهمون معارضيه بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع الاجتماعية بينما يترقب أغلب تونسيين حلولا عاجلة تدعم القدرة الشرائية في البلاد وتواجه الارتفاع المستمرة في الأسعار أميمة بن خلف المشهد تونس إذن تبقى معنا مراسلتنا في تونس أميمة بن خلف أهلا بكي أميمة الأرقام والمعلومات لديك حول مسألة الجفاف الزراعي لنقل وما هي أخر الأرقام حول المحصول من الحبوب لهذا العام نعم مرحبا لينا آخر المعطيات جاءت من وزارة الفلاحة قالت بأن المحصولة السنة سيكون دون المأمول في حدود 2.5 مليون قنطار لسنة بين موسم 2023 و2024 فيما كان في حدود 7.5 مليون قنطار العام الماضي كذلك هناك إحصاءات حول نسبة امتلاء السدود خاصة بعد كميات كبيرة من الأمطار الذي تصور المواطنون التونسيون بأنها ستؤثر إيجابيا على نسبة امتلاء السدود إلا أن الخبراء تحدثوا عن نسبة امتلاء لا تتجاوز الثلاثين في المئة فيما كانت في حدود الثمانين في المئة سنة 2019 كما تحدثت في التقرير هناك أزمة فيما يتعلق بمادة الدقيق الأبيض وبالتالي المحاصيل من القمح في تونس التي توجه عديد المزارعين إلى تحويل محاصيلهم والتي تحولت إلى اللون الأصفر إلى العلف للماشية وبالتالي هذا كله بسبب أزمة الجفاف الزراعية وما أريد أن أسألك هنا هل من إجراءات قامت بها الجهات المسؤولة حول ذلك وبالحديث عن أن هناك كان أيضا تقنين للمياه في الفترة الماضية نعم دولة تونسية لم تجد بدا سواء الضغط على المالية العامة وزيادة للمزارعين لكل مئة كيلوغرام من القمح من 130 دينار إلى 140 دينار لتعويذ ربما في خسائرهم كذلك كما قلت قامت باعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وتم منعها لاستعمالها في الرأي المساحات الخضراء وتوجه نحو تحلية مياه البحر ووفقاً لتصريحات رسمية موفى سنة 2024 سيتم إجراء سبع محطات لتحلية مياه البحر كما أشرت أيضاً في النعم إذن أشكرك أميمة بن خلف مراسلات المشهد كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر